ازايك يا جماعة عاملين ايه؟ لو تفتكر انا كنت في المحاضرة اللي فاتت اتكلمت عن اختبار الاسي وتكلمت عن اهم الاجهزة المستخدمة في الاختبار ده وهو جهاز ال HPLC وجهاز UV في المحاضرة دي ان شاء الله هكمل بقية الاختبارات اللي بتتعمل على المواد الخام وهبدأ باختبارين مهمين جدا وهو اختبار loss on drying واختبار water content طيب نبدأ مع بعض باول اختبار اللي هو loss on drying انا كنت اتكلمت قبل كده عن الاختبار ده وقلت ان الاختبار ده الهدف منه ان هو بيبين نسبة اللي موجودة في المادة بتاعتي المادة الفعالة بتاعتي او غير فعالة على حسب ما انا بشتغل هو من اسمها كده loss on drying يعني حاجة بتفقد بالتكفيف بدرجة الحرارة العالية طيب ايه اللي ممكن يفقد بدرجة الحرارة العالية نسبة السويل اذا التست ده بيتعمل علشان اعرف المادة دي فقدت نسبة سويل قد ايه لما تحطت في درجة حرارة معينة لمدة معينة طيب طالما في درجة حرارة اذا نستنتج ان الاختبار ده بيتعمل على لازم استخدم حاجة اسمها oven لازم استخدم فرن حاجة كده زي اللي انتو شايفين قدامكم ده بيتزبط عند درجة حرارة معينة ووقت معين جواه بيحصل عملية فقدان للسائل ده المادة دي بتفقد السائل عند درجة الحرارة المعينة اللي المونجراف بيقولي عليها طيب بنعمل الاختبار ده ازاي بكل بساطة انا بجيب حاجة اسمها وينج بوتل ودي حاجة بتبقى مصنوعة من الازاز حاجة كده شبه البيكر البيكر بتاع المعامل العادية بس ازرع شوية الوينج بوتل دي انا بجيبها وهي فاضية وبوزنها باخد وزنها وهي فاضية وبعد كده بوزن المادة بتاعتي بوزن واحد جرام من المادة بتاعتي بعد كده باخد الوينج بوتل وهي فيها المادة دي وهي فيها الواحد جرام من المادة بتاعتي واخدها احطها في الاوفن وبعدين بزبط الاوفن عند درجة حرارة معينة ووقت معين طبعا المونجراف هو اللي بيقولي على درجة الحرارة دي هو اللي بيقولي على الوقت ده وبعد الوقت ده ما بيعدي بطلع الوينج بوتل واسيبها تبرد طبعا بحطها في مكان في وسط مفروض ان الوسط ده ما يكونش فيه اي رتوبة خالص علشان المادة دي ما تسحبش رتوبة تاني وتبقى النتائج دقيقة فبحطها في مكان كده اسمه ديسيكيتور حاجة كده مصنوعة من الازاز وبيبقى فيها سيليكا السيليكا دي وظيفتها ان هي بتسحب اي رتوبة موجودة في الميديا في الوسط اللي موجود جوه بحيث ان ما يحصلش انترفيرنس ما بين الرتوبة اللي موجودة في الميديا في الوسط ده وما بين المادة بتاعتي بسيب الوينج بوتل دي جواها المادة بتاعتي اللي انا وزنتها بسيبها تبرد وبعد كده باخد الوينج بوتل بالمادة اللي حصلها دراينج اوزنها تاني طيب بالعقل وبالمنطق كده الوزنة اللي انا هوزنها بعد الدراينج طبيعي جدا ان هي هتبقى اقل من قبل الدراينج ده طبيعي ليه؟ لأن حصل عملية دراينج حصل عملية تكفيف حصل عملية فقدان لنسبة السوايل فبالتالي الوزن هيقل يبقى إذن الوزن اللي في الأول وزن الوينج بوتل وهي فاضية زائد وزن الواحد جرام بتاعة السامبل هتبقى أكبر من وزن الوينج بوتل والسامبل بعد الدراينج ده طبيعي جدا وقلنا علشان المادة بتفقد نسبة لكود باخد الفرق ما بين الوزنتين ده كده هيبقى نسبة الليكود اللي حصل له فقدان بدرجة الحرارة العالية جوه الأوفن الفرق ده بقسمه بعد كده على الوزنة بتاعتي اللي هي واحد جرام وزن المادة الفعالة بتاعتي أو الغير فعالة وبعدين بضرابه في مية يجيب لي نسبة لوس اندراينج أو نسبة فقدان الليكود وبكده أنا بقى عملت التست ده وحصلت على النتيجة بتاعته وبعد كده بشوف النتيجة دي هل هي في الليمت المسموح بي اللي المونجراف بيقول عليه ولا لا بعد كده فيه اختبار الووتر كونتينت وده من اسمه كده بيحدد نسبة المية اللي موجودة في المادة الخام طيب ايه الفرق بينه وبين اللوس اندراينج اللوس اندراينج زي ما قلنا بيحدد نسبة الليكود اللي موجودة في المادة بتاعتي سواء مية أو غير مية أما الووتر كونتينت فده سبسيفيك لتحديد نسبة المية بيحدد نسبة المية بس H2O وبناء عليه باستخدم له الجهاز اللي انتوا شايفينه قدامكو ده وهو جهاز كارل فشر طيب الناس اللي امتبع معنا المحاضرات اللي فاتت وبالتحديد المحاضرة التمنة هتلاقوا ان فيه تشبه كبير جدا ما بين جهاز كارل فشر وما بين جهاز البوتينشوميتر اللي اتكلمت عنه في المحاضرة التمنة خلينا اقول لك بقى ان جهاز كارل فشر ده هو هو بالزبط بوتينشوميتر تخيلوا لان تفاعل اللي بيحصل فيه نفس فكرة البوتينشوميتر بالزبط اللي هو التفاعل ما بين اللي هو والسامبل اللي انا بحدد فيها نسبة المية في وجود او اللي بيحدد طيب ازاي الجهاز ده انا بستخدمه في تحديد نسبة المية في الخامة بكل بساطة انا بجيب الخامة بتاعتي وبوزنها بعد كده باخد الخامة واحطها في الجهاز وبعد كده يبدأ يشتغل ما بين وما بين وبالمناسبة ده بيتكون من كزا مادة كيميائية اهمها عنصر الايودين الجزء الرياكتف اللي موجود في الايودين بينزل يتفاعل مع نسبة المية اللي موجودة في الخامة بتاعتي لغاية ما يستهلك المية كلها وبالتالي هي دي كده اللي بيحددها طبعا انا ببقى مدخله وزنة في الاول اللي بدخل وزنة وفي الاخر خالص او الالكترو ده بيحدد يبقى انا كده عندي او خد الوزنة بتاعة ويحدد في الاخر بتاعة نتيجة بمعادلة معينة بيحدد نسبة المية اللي موجودة في الخامة بعد كده بشوف هل هل النسبة اللي بتطلع دي اه في الليمت المسموح بي اللي بيحط المونجراف ولا لا زي بالزبط بشوف القيمة اللي بتطلع هل هي اه كنفورم ولا لا في الليمت المسموح بي اللي بيحطه المونجراف بتاع الخامة اللي انا بشتغلها ولا لا. ده كده باختصار فكرة عمل في تحديد نسبة المية في الخامة. طيب نيجي بعد كده لواحد من اهم الاختبارات اللي بتتعمل على المواد الفعالة والغير فعالة وهو اختبار او وهتلاقوني دايما لما بقول لازم اقول بعدها وده لان الاختبار ده في البريتش فارماكوبية اسمه طيب ايه الفرق بينهم? الحقيقة مفيش فرق خالص. الاتنين زي بعض بالزبط نفس طريقة الشغل ونفس الجهاز المستخدم. ولكن هو في البريتش اسمه لكن في اسمه اختلاف مسميات فقط لكن الاتنين زي بعض بالزبط. طيب ايه حكاية الاختبارين دول وايه هو الجهاز المستخدم علشان نعمل بيه الاختبار ده? الموضوع كله ان انا لو عندي اه اه مادة فعالة او غير فعالة اه 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 مادة ارجانيك بتتكون من كربونوهايدروجين. المفروض ان LAUN quand تحط عند درجة حرارة معينة اه فوق الитан الدول المفروض انها بتحرق اه 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 ادراك كامل وتختفي الكربونوهايدروجين يتحرقوا ويختفوا تماما اه المفروض ده يحصل فاي مادة ارجانيك. ولكن اه احيانا بايقبه بعض التي ريسيزيت mueض او kayخرfachhing عشان كده عشان كده pricing مصالفية او بيبقى فيه بعض اللي هي ما بتتحرقش فيه ليمت كده مسموح به المفروض ان يبقى فيه بعض اللي مش اللي ما بتتحرقش المفروض ان هي لا تتخطى الليمت ده علشان اقدر اقول ان التست ده بالنسبة للمادة دي اللي بيحدد التست ده الاختبارين ده لصالفية او اللي بستخدم فيه حاجة اسمها او بالبلة دي كده محرقة بزبطها عند درجة حرارة معينة اا تعدي الستمية اا بالزبط نفس فكرة الاوفن بالزبط هو شبه الاوفن بالزبط ونفس الفكرة ان انا بزبط فيه درجة الحرارة برضو عند وقت معين ولكن هو المفل ده او المحرقة دي بتستحمل لغاية درجات حرارة عالية جدا ممكن توصل لالف او تعدي لالف كمان طيب ازاي بقى بعمل الاختبار ده بجيب حاجة كده بلغة الكيو سي اسمها والكروسابول ده كده حاجة بالزبط كده شبه الوينج بوتل ان انا استخدمتها في اختبار ولكن الكروسابول دي بيبقى لها مواصفات معينة علشان تستحمل درجات الحرارة العالية بتاعة المفل المواصفات دي انها لازم تكون مصنوعة يا اما من مادة السيليكا يا اما من مادة البروسيلين يا اما من مادة البلاتينيوم لازم تكون مصنوعة من واحدة من المواد الثلاثة دول عشان تستحمل درجات الحرارة العالية بتاعة المفل طيب بعد ما بجيب الكروسابول دي بوزنها وهي فضية تماما ما بحطش فيها اي حاجة في الاول وبوزنها وهي فاضية وبعد كده بحط فيها واحد جرام من السامبل بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها الاختبار ده وبعدين باخد بالسامبل جواها وبحطها جوا المفل عند درجات حرارة عالية تعدي الستمية لمدة معينة بعد المدة دي ما بتعدي ولياكم مسلا ساعتين بطلع وحطها برضو في اللي انا حطيت فيه الحاجة اللي خرجت من الاوفن وانا بعمل نفس فكرة الديسكيترو بتاع اللوس اندراينج بالزبط وبعد دم الكروسابول دي بتبرد باخدها وبوزنها طبعا احنا علشان عايفين فكرة عمل المفل ان هو بيحرق الحاجة لالورجانيك لما اجي هطلع الكروسابول بعد الوقت المعين ده هلاقي ان المادة اللي انا حطيتها في الاول الواحد جرام من المادة اللي انا حطيتها في الاول هلاقي حصلها احتراق كامل هلاقي اختفت خالص من الكروسابول وبالتالي انا لما هاجي اوزن الكروسابول بعد الحرق هتبقى تقريبا فاضية ولكن هي مش هتبقى فاضية بنسبة 100% هي هيبقى فيها تريس الصغيرة او ريزيديو نسبة صغيرة جدا ممكن ما ببقاش شايفها هي دي اللي بتمثل نسبة الريزيديو ان ايجنيشن او صلفية تقاش اللي انا عايز احددها بعد ما بوزن الكروسابول هلاقي ان بالعقل وبالمنطق كده وزنة الكروسابول بعد الحرق هتبقى اكبر من وزنة الكروسابول وهي فاضية اللي انا وزنتها في الاول او هتسويها لو هي سويتها بالزبط يعني وزنة الكروسابول بعد الحرق بتساوي وزن الكروسابول وهو فاضي ده معناه ان المادة دي احترقت احتراق كامل مفيش ريزيديو خالص هتبقى نسبة الريزيديو صفر وبالتالي هتكون النتيجة صفر وهتبقى كده النتيجة كونفورم طيب لو في نسبة ريزيديو طبيعي جدا ان الوزنة بعد هتبقى اعلى من وزنة الكروسابول اللي في الاول اللي انا وزنته وهو فاضي لان الوزن بعد هتبقى عبارة عن هو فاضي زائد فبالتالي هتبقى اعلى من الوزنة بتاعة وهو فاضي الفرق بينهم هيديني وزن اللي انا عايزة حدد نسبته هاخد وزن ده واقسمه على وزنة الخامة اللي انا وزنتها في الاول اللي هي الواحد جرام وبالتالي هقدر احصل على النسبة المقوية بتاعة هشوفها بعد كده هل هي في الليمت المسموح بي اللي بيحط المونجراف بتاع الفارماكوبية ولا لأ ودي كده فكرة عمل اختبار صالفيتد اش او ريزيديو اون اجنيشن طيب هنكتفي لحد كده النهاردة في المحاضرة دي وان شاء الله في المحاضرة اللي جاية هنكمل بقية اهم التستات اللي بتتعمل على المواد الفعالة والغير فعالة وبكده تكون المحاضرة العشرة انتهت في النهاية ربنا يوفق الجميع اشوفكم على خير سلام عليكم